ننصحه بالمراجعة الدورية نتابع مع الصور أول ما يظهر عنها على الصور أي تغير ممكن التغير ما نقدر نلقطه بالفحص السريري بسبب دقة هذه الصور وحساسيتها نكتشف المرض نتدخل ونعطي واحد من العلاجات نعطي ليزر إذا كان المشكلة خارج اللطخ الصفراء إذا كان الداخل اللطخ الصفراء نلجأ للمتعارف عليه عالميا بالأنتي فيجف أو مضاد الشعيرات الدموية عبارة عن مواد نحقنها إحنا في داخل كرة العين وظيفتها التوجه للشعيرات الدموية الغير طبيعية وتسكيرها وتليفها عشان تمنع إنها تنمع إنها تتفجر تحت الشبكية وتسبب بتلف الشبكية فإحنا بنعمله لطخات صغار فيها يعني بنعملها تركسات صغيرة مدروسة عشان تمنع من تركس أكبر هي فعليا نحن زي ما تحكي بتسد مصدر الشعيرات الدموية عشان ما تنمو وتتفجر تعمل عنها نزف تحت الشبكية فإحنا إذا بلش المريض في مرحلة مبكرة بالعلاج هو أصلا لن يلاحظ المرض لأنه يعيش حياته الطبيعية بدون أي مشاكل هلأ في حال إنه المريض ما مشي بالعلاج فهذا بسبب لنزف بالشبكية نزف تحت الشبكية تورم بالشبكية بصير يلاحظ عنا نرى هادي خلينا هنا هذا إحنا نسميه فحص أمسلر أو أمسلر جرد احنا المريض اللي بصير فيه عنا بنلاحظ أنه عنده تغيرات بنعطيه الصورة اللي إحنا شايفينها على الجهة اليمين اللي هي الخطوط المستوية ها هي الطبيعي ها هي العشمال بشوف ها هي الصورة الطبيعية الخطوط المستوية هذا الطبيعي بننصح المريض يفحص هادي اللي بسميه الفحص الذاتي يشيك على نفسه باستمرار كل يوم الصبح كل أسبوع مرة يتطلع على النقطة السوداء إذا وجد أي تعرج بالخطوط زي ما إحنا شايفين بالصورة اللي على الشمال نعرف إنه ويمكن بيقدروا ينزلوها هاي عن الانترنت بيقدروا ينزلوها إذا بنقولوا اسمها أمسلر إذا بتنقولوا عزائنا مشاهدين اسم هاي الصورة أمسلر جريد زي ما هي مكتوبة فوق بتطلعوا عليها كل يوم الصبح بقول الدكتور علاء تتفرج على النقطة الصوداء اللي بالنص بتركزوا فيها بنغلق عين ونفحص الثانية بنرجع بنغلق العين الأولى ونفحص العين الأخرى هلأ في حال تعرجت الخطوط أو صار في عنا نقطة صوداء هذا إحنا دخلنا بمرحلة متقدمة من المرض على طول راجع طبيبك عشان يتصرف سريعا قبل ما يستفحل المرض هاي كانت مفيدة كثير شكرا دكتور علاء برجع بقولكم اسمها أمسلر جريد A-M-S-L-E-R-G-R-I-D حاولوا تنزلوها من عن طريق الإنترنت إذا انتو شاكين في عمر فوق الأربعين وشاكين أو عندكم سكري وشاكين بساعد على نزل وإرحص حالك يوميا يوميا إذا لاحظت أي تغير راجع طبيبك بتطلع عن نقطة السوداء اللي بالنص ركز على نقطة السوداء إذا صارت متعرجة الخطوط وتتعوجه اللي حولها بالضبط أو تشوف نقطة سوداء نقطة سوداء هذه معناها في منطقة من الشبكية ما عم توصل إشارة زي ما شفنا النقطة السوداء ما في إرسال بالضبط بالضبط هي ما في إرسال طيب هيك إحنا صار عنا فكرة واضحة في معنى صورة طبقية تانية مفروض إنه موجود نشوف الصورة اللي بعدها من الـ AMD مخرج الصورة التانية إذا ممكن أوكي هلأ هادي صورة الفلوريسين إحنا منلاحظ خلاننا نبلش بالإيرلي فايز الصورة اللي على أقصى اليمين هاي الوضع الطبيعي الشعيرات الدموية الطبيعية هلأ في منتصف الصورة في منطقة اللاتخسطفراء منلاحظ إنه في شعيرات غير طبيعية المنطقة البيضة بالنص وفي جنبيها نزف اللي هو المنطقة السوداء ها المنطقة السوداء هو النزيف الداخلي بالضبط هذي نزف في تحت الشبكية هلأ إذا تحركنا للنقطة للصورة اللي في المنتصف هاي صار الأكثر تقدما وصار النزف رفع الشبكية أعلى من الأول مما يؤدي لتلف أكثر بخلايا الشبكية الصورة الأخيرة اللي هي الليت فايز هون إحنا دخلنا بمرحلة موت الخلايا والتليفات ما عم نشوف حتى شعيرات ولا إشي هيكل التفاصيل فيها بالضبط فهذه المنطقة يعني متأخرة جدا أها أها طيب دكتور علاء إحنا عم بداهمنا الوقت كتير إن شاء الله يا رب نكون في ناكب هذور السؤال بندنا نكوك بصرعة عن الزرق بندنا نكوك كأز شوه الزرق وقال بدي أنو وعدت سيد أحمد محمد إنه نرد عليه إنه أسأل الزرق اللي بيصاب بالمياه الزرقة مي الزرقة بالعين أنتوا بسموه عندي مي زرقة بالعين بسموه المي الصودا مي الصودا حتى هي أخي بلش سموه الزرق والمي الصودا أهه تعبد الى التسميع بس العوام لنا في الأردن اللي بيحكوا عن المي البيضة مرات بيحكوا عنها مي زرق. مي بيضة ومي زرق. انا سامع لكل حق. اللي هي الكتاراكت اللي هي الساد. اما بالنسبة للزرق احنا يعني اخذت العادة انه نسميه المي السودة. لانه فعليا هو يسود ساحة الابصار مع الزمن فاحنا بجوز جرد تعرف عليه انها مي سودة. مي سودة. عم شو انه عشان يشرحوا له شو عم شوف. طب سألني سيد احمد محمد. هلا بس انا معلش بدي انط هيك قبل ما اشرح لكم شوية عشان يمكن اضطر انه انهي. اذا 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 قلنا انه الواحد اصيب بالزرق او الجلوكوما زي ما هو متعارف عليها. اذا اصيب فيها هل هي صعب العودة للوراء لانه قال انه قال له له انه خلاص. الجلوكوما ايش تعرفها هي عبارة عن تلف العصب البصري وسبب من اسبابه الرئيسية ارتفاع ضغط العين. فهو تلف. احنا بنرجع لنقطة البداية. التلف لا يمكن اعادته. بس احنا اذا ادركنا في فترة مبكرة. برجع بحكي الفحص المبكر. اذا ادركنا في فترة مبكرة. وتابعنا ونزلنا ضغط العين باستخدام الادوية. اذا ما كفت الادوية لجأنا للجراحة. للمحافظة على ضغط عين مناسب لما تبقى من العصب البصري. من اخر المرض. اوكي. خلينا ناخر المرض. ما نحكي لا شفاء من ضغط العين. ولكن نحن ناخر المرض. اذا استطاع الطبيب بفضل رب العالمين يعطيك كمان عشرين سنة. تبصر فيها من خلال هذه العين. قبل ما انه تضرر الى تلف التام. ما انه تضرر. هو قال الآن ضغطها 16. وهذه 14. هلأ 16 يعني بدنا ننزل شوية. اذا كان التلف 95 بالمئة. يعني انا بفضل. او مش انا اللي بفضل حتى الكتب. والعلم بيفضل انه يكون تحت الخمستاش يعني بال 12 بالعشرة. عساس نحافظ على ما تبقى من العصب البصري. اذا اخرت التلف الخمسة اللي تبقوا. الخمسة بالمئة اللي تبقوا. عاشوا كمان عشر سنين. معناها خدمتك العين فترة اطول. وهو يعني اشي. اشي كثير ممتاز. يمكن. 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 رح اطل انهي. فبدي اطلب منك. نصائح لمرضى العيون. يعني احنا مرضى القلب والشرائم. بنقولهم. رياضة. خففوا من اخر دهون. مرضى العيون. شو بننصحهم. سيدي انا برجع بحكي. نحول المنزل. بدنا نفيدهم. ما بنيهم يدفعوا مصاري ويرحوا عالدكتور. بدنا نخفف عليهم من الاول. بدنا نشتغل معهم وقاية. قبل ما يوصلوا للعلاج. العلاج عنا يا اخوان. الوقاية بناخدها من الدكتور. سيدنا. هلأ بشكل عام. احنا برضو نفس اللي انت حكيتنا نصيحة. انا برجع بنصحها. هلأ الرياضة والصحة العامة هي مفيدة لكل الجسم وجزء من الجسم العين. هلأ انا برضو عندي في العيون جلطات في العين. انا عندي تراكم كوليسترول. انا عندي مشاكل السكر المؤثر على العين. فالمحافظة على صحة عامة جيدة. بتفيد. يعني بتعطيك مجال للإبصار بإبصار صحي أكتر. إذا تمكننا أن نحافظ على فيتامينز. نستعمل فيتامينز بشكل مستمر. نستعمل الأنتي اوكسيدنز أو الأوميغا ثري أو زيت السمك. هذي مشارات متفيدة جدا. عم بقولكم كل فيتامينات كثير هيتأخذوها من الخضار والأكل الطبيعي أكتر إشي. وقالنا كمان دكتور ناخد مضادات الأكسيدة. عموما هي الأشياء اللي فيها حمرة كثير بتساعد زي البندورة التوتيات. تطور هذول غنيين بالمواد الأكسيدة. غير هيك دكتور شو ممكن يأكلوا كمان عشان يساعدهم؟ الأكل أنا بنصح بروح برجع بقولك للفحص المبكر. الفحص المبكر واكتشاف المرض في المراحل الأولى. شكرا لكم مشاهدين الأعزاء. شكرا دكتور علاء شربي على حضورك معنا اليوم. كثير فتنة. راح نرجع نحكيكم عن العيون كثير. يعني بعرف كثير عنكم أسئلة. وكثير سمعت الجرس عن بريني. يعني جرس ما عم بنشيله. سامحونا إحنا يا دوب. نحن كنا نحكي عن ثلاث موضوع يا دوب. غطينا موضوع واحد. نلقاكم في سلط القادم أطباء على الهوى حصريا على نورمينا. شكرا لمشاهدتكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. جنبناين . اشتركوا في القناة